بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس التربية بدنية والدفاع عن نفس التربية الفكرية درسنا هذا اليوم رمي الكرة واستلامها في حراك معكم الأستاذ بدر ناصر الفحيل كامل ما ندخل في درسنا يا أبطال يمكننا استعرض مع بعض أهم منطلبات ومارسة النشاطة بدني بشكل صحيح الراحة الكافية الراحة الكافية مهمة يا أبطال بعد داء النشاط البدني يحتاج الجسم إلى راحة كافية لكي يستهيط طاقته وحيويته وتكمن الراحة الكافية في ماذا؟ في أنهم بالليل من 6 ساعات إلى 8 ساعات بعد ذلك التغذية السليمة الغذاء الصحي مهم جداً لماذا؟ لأن الغذاء الصحي يا أبطال هو الذي يمد جسم بالطاقة فساعدني على داء النشاط البدني مرة أخرى يجب أن تحتوي وجباتي غذائية على عناصر الغذائية المهمة كربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامينات والمعادن بعد ذلك الزي الرياضي المناسب والحذاء المناسب الزي الرياضي المناسب مهم جداً لماذا؟ يساعدني أداء النشاط البدني بشكل صحيح ويختلف الزي الرياضي باختلاف الرياضة الممارسة أو النشاط البدني الممارس وكذلك يختلف أيضاً في منطقة إلى أخرى الزي الرياضي في مناطق الباردة يختلف على الزي الرياضي في المناطق التافئة والحارة بعد ذلك أبطال المكان المناسب والآمن المكان المناسب والآمن عند تأتيت النشاط البدني يحتاج النشاط البدني إلى مكان مناسب وآمن حيث توفر فيه عوامل الأمن والسلامة هل يمكن مارسة كرة قدم داخل فصل الدراسي؟ أحسنتم لا يمكن هل يمكن عمل سباق المئة متر في الطرقات ولممرات أثناء مول السيارات؟ غير آمن بعد ذلك يا أبطال الإحماء المناسب ما هو الإحماء؟ أحسنتم هو تهيئة الجسم لأداء النشاط البدني بشكل صحيح عن طريق عمل بعض التمرينات هناك إحماء عام وإحماء خاص الإحماء العام مناسب لأي نشاط بدني كذلك الإحماء الخاص يكون خاص وخصص لرياضة معينة فإحماء الخاص في كرة القدم يختلف عن الإحماء الخاص لألعاب القوة بعد ذلك يا أبطال شرب الماء أثناء وقبل وبعد النشاط البدني لماذا شرب الماء مهم؟ أحسنتم كي يعوضوا سواء المفقودة ويحمي الجسم من الجفاف طيب يا أبطال العلم في المكان المناسب والزيئة الرياضي المناسب مع بعض نبت في الإحماء المناسب جاهزين التمرير الأول المشي في المكان جاهزين التمرير الثاني جاهزين التمرير الثاني في 4 عداز يستعد يمين 2 3 4 اضغط 2 3 4 است 2 3 4 اضغط 2 3 4 ممتاز 2 3 4 اضغط 2 3 4 است 3 4 اخر مرة اخف 3 0 5 التمرين يال طال ثلاثة نجال بالرفع دوران تزرع من الخلف إلى الأمام التمرين يستهد يبتدي واحد ثلاث أربعة دوران ثلاث أربعة حسنت ثلاث أربعة دوران ثلاث أربعة آخر مرة أماما قف رينس والخفض التمرين الرابع يا أبطال مماثل التمرين الثالث ولكن باختلاف اتجاه الدوران دوران تزرع من الأمام إلى الخلف تبني استعد يبتدي واحد ثلاث أربعة حسنت ثلاث أربعة ممتاز ثلاث ثلاث أربعة دوران ثلاث ثلاث أربعة آخر مرة جماعة رينس والخفض نأخذ نفس مع بعض أحسنتم يا أبطال الآن وصلنا إلى نهاية الأحماء وقال ما بحاط في درسنا وصار الجسم جاهز لداء النشاط البدني درسنا لهذا اليوم ماذا؟ رمي الكرة واستلامها رمي الكرة المقابل واستلامها في حراك رمي الكرة المقابل واستلامها منه في حراك الآن مدام هناك رمي لابد أن يكون هناك استلام مهارة الرمي مهارة مهمة جداً تستخدم في أكثر من رياضة حيث تستخدم في رياضات كرة أي كرة أي رياضة فيها كرة نستخدم فيها الرمي في قدم رمي التماس وكذلك في تمرير الكرة الزمية في السلة وكذلك في ماذا؟ في اليد تسليم واستلام الكرة ثم من وضع الوقوف الصحيح مباشرةً من يد الزميل بعد أن يتأكد كلاهما أن الزميل أو الزميلة قد تحكم بكرة ويتم أداة هذه المهارة كما هي للآن نشوفها مع بعض نشوف الآن كيف الاستاذ يقوم برمي الكرة ويقوم طالب الأمام بمسك الكرة من أسفل هذا الرمي الكرة من أسفل إلى أعلى من رمي واستلام واضح يا بطال؟ يكون رمي الكرة يكون رمي الكرة إما من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل تقديم الرجل أمامية ثاني جزء بحيث إذا كنت أريد مسافة أعلى ثم جسم يقوم بلحاق الكرة حتى تخرج من اليد بحيث يكون الزميل المقابل مستعد للاستلام واضح يا أبطال؟ هنا أيضا الطالب الثاني رمي الكرة أيضا لا من أعلى رمي الكرة استلام الكرة من أعلى من أسفل إلى أعلى نشوف راضح من أسفل إلى أعلى طيب نشوف الآن في هذا الفيديو أيضا تضيح أكثر لرمي الكرة واستلامها نشوف فيديو مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز الطالب أهلا وسهلا بك سنتعلم في هذا الفيديو من شيء الله تعالى على مهار ترمي الكرة بطريقة صحيحة يعتبر الرمي من مهارات مناولة التي تستخدم كثيرا في الألعاب وقد يكون هدف من الرمي هو الدقة في التوجيه لنقطة معين أو الرمي لأبعد مسافة أو الرمي بسرعة لأبعد مسافة ويتم الرمي في يد واحدة أو في كيلة اليدين على حسب الكرة التي ترمى وشكلها ووزنها تتم هذه المهارة من خلال عدة خطوات أولا تكون في وضع الوقوف إحدى القدمين متقدي معنا الأخرى قليلا واليدان ممتدتان ومسكتان بالكرة لأعلى ثانيا تحريك اليدين الممسكتين للكرة للخلف قليلا تمهيدا لرميها ثالثا تحريك اليدين الممسكتين بالكرة للأمام بقوة وسرعة لتدفع الكرة رابعا رمي الكرة مع متابعة حركتها باليدين وتقديم القدمة الخلفية إلى الخلف بهذا الشكل وآن يا بطل سوف نقوم بتطيق المهارة مع أصدقائنا شاري وسلمان بداية مع البطل سلمان ولكن خطوة خطوة بالأرقام يا سلمان واحد أحسنت لاحظ قدم متقدم الأخرى اليدين ممسكتان بالكرة فوق الراس بهذا الشكل اثنين ميل الجدع إلى الخلف قليلا ومسك الكرة ثلاثة تقديم الكرة قليلا الأمام تمهيدا لدفعها أربعة أحسنت الآن نموذج آخر مع البطل المشاري جاهز يا بطل أيضا بعد سماع الرقل واحد أحسنت نلاحظ تقدم القدم عن الأخرى اليدين ممسكتان بالكرة فوق الرأس أحسنت اثنين ميل الجدع إلى الخلف ثلاثة تقديم الكرة تمهيدا لدفعها أربعة رمي الكرة ومتابعتها باليدين أحسنت يا بطل وبهذا نكون انتهينا من تعلم مهارة رمي الكرة بطريقة صريحة بهذا الشكل ودمت بصحة ونشاب كما واضح بالفيديو رمي الكرة يكون بكلتا اليدين أو بيد واحدة لا ننسى عند أداء النشاط البدني لابد من توفر المكان المناسب وزيار رياضي المناسب إلى هنا وصلنا نهاية الدرس لهذا اليوم أشكركم حسن استماعكم كان معكم الأستاذ بدر ناصر الفيد لابد من توفر